تقول جدتي إن العمر غرف متجاورة في منزل كبير عشر سنوات نقضيها في كل غرفة نتنقل بينها نترك وجوهنا القديمة أفكارنا التي حاربنا دفاعا عنها حبنا الذي حاولنا مرارا الانتحار من أجله استقرارنا أو قلقنا أقنعتنا التي قد نقرر أن ننزعها أن ننزعها نهائيا أو نلبس غيرها في غرفة جديدة نحمل معنا القليل الذي يعلقه في قلوبنا ربما نحمل أبناءنا بعض الإيمان وما يتبقى من مبادئ في كل غرفة تبهرنا الاكتشافات نتعب أحيانا من تقلباتنا وقد تخجلنا صورنا في مرآتها حتى تباغتنا الغرفة الأخيرة نتشبث بها كما الغرفة الأولى نرضى بأقل ما تمنحه ونرتاح على السرير الأخير فإننا لا نريد أبدا أن نغادر المنزل لا بد أن يضيع ولعنا بالآخر خلال رحلاتنا بين الغرف ولا بد أن يهاجمنا الجفاء في إحداها جنوننا بالحب الأول سنكتشف أنه لم يكن إلا محض عبث وكثيرا ما سنضحك من عقولنا كيف كنا يوما نحلم بحياة مع آخر نراه لا يحتمل اليوم فكيف إن كان الآخر شريكا تربطنا به ورقة يملأها حبر رخيص لكن الطريق إلى إتلافها يمر بألف حاجز ويجب أن يباركه كل أفراد الأمن والحكومة والعشير ورجال الدين تلك الحرية الباهظة معلقة بين فكي قاض غريب رجل ليس إلا لا يدري شيئا عن أتمة تلك النفوس المسجونة داخل الصناديق الشرعية حر لا يشعر بحرقة التوقع إلى الحرية ستتمنى تلك الزميلة التي استعجلت دخول الصندوق أن يعود بها الزمن وتخرج منه كأنها لم تدخله ستحسد البنات التي كنا يحسدنها يوما وقد تستغرق سنوات حتى تنتبه إلى ضيق جدران ذلك الصندوق قد تكتشف فجأة أنها تخلت في غمرة استهتار الطفولة عن أجمل أزمانها مرت بغباء على أجمل غرف منزل عمرها ولم تدخلها ولم تدخلها واختصرت الطريق إليه إلى رجل قل ما سيأبه بما فاتها ترجمة نانسي قنقر